السلام عليكم خوتي وخوتيتي ومرحبا بكم بجديد في قناتكم أخبار بلدي على بني خوتي طولت عليكم تصمحوا لي راني مريضا شوي وبس لحما تقلقوش خوتي لا اللي أنه في هذا الفيديو جمعت لكم قاعد أخبار اللي كنت راح نديرها لكم في زوج فيديوهات ملا نزم تقامعنا حتى الآخر خوتي وقبل ما نبدأ أقذيك نقولها مور ما نقوله العنوين في الفيديو هذا خوتيح نحكي لكم على أبرز ما تقوم الجزائر الآن بتصديره إلى الخارج وهذه خوتي يعني ما عندهش بزيف ملي شرعة الجزائر في هذه النوع من التصديرات فمثلا الآن الجزائر تقوم بتصدير التراكتور راي تنتج منها بعدد كبير جدا أيضا خوتي ما عندهش عام بارك الجزائر كانت تستولد في لانسولين فجأة قررت تولي تصنحها بشدير اكتفاء ذاتي لكن خوتي وليت تصدرها يعني الجزائر الآن راي تصدر الأدوية ورح نعطي لكم الكم والعدد اللي راي تصدره الجزائر وإلى أي دولة فالأخبار أيضا رئيس عبد مجيد تبون يفاجئ الكثير بخطابه الأخير في لقائه مع ممثلي الصحافة وهضر على أمور جميلة خوتي تحدث كيفاهي عن الحراك أنقذ الجزائر من العصابة لحكمة عشرية كومبلي وتحدث أيضا كيفاهي رح يزيد الشهريات للمواطنين مجددا وزاد أتحدث على الفئة اللي كانت من سياهية المتقاعدين ورح نقول لكم شحال نسبة اللي رح يرفعوا فيها من المعاش تحم أيضا في الأخبار قطر الآن تغضب الصهاينة علىه لأنه خرجوا المسؤولين التحى وبدوا يقولوا بلي يودي حماس في الحقيقة ما مش إرهاب ورح تفجأكم الكلام اللي قالوا المسؤول القطري أيضا يبدو أن الأمور تعزمت على بريطانيا وأمريكا وإسرائيل لأنه روسيا الآن قررت تدعم اليمن وقررت تدعمها بكل ما تمتلك مقوة وصراحة استراتيجية ذكية من بوتين أيضا بوتين يستخدم حق النقضة ضد قرار يمنع استخدام الأسلحة الفضائية في الفضاء وذكر شرحكم مش معت هذا الأمر خاتي وبخصوص هذا الأمر الأمور بدأت تتأزم بالنسبة للدول الأوروبية والغربية لأنه الآن الناتو قررت تضم أوكرانيا وكما راكم تشوفو هنا لدات تسعة وشرين أفريل الفين وربع وعشرين ممكن نشيركم معاكم في الفيديو وش را يقول ذا المخلوق خوتي لأنه هذا هو الأمير العام لحلف الشمال الأطلسي ولحلف الناتو في الأخبار أيضا الأعاصر تضم بر السعودية أعاصر مرعبة يعني مس ما تشوفها هابطة كماشتو خوتي دي أبرز عن أمين الأخبار اليوم ما لابقى معنا حتى الآخر بيش تارفو كامل التفاصيل عدنا بعض المواضيع الأخرى كما قلنا لكم الفيديو هذا الوقت راح يكون طويل ما نشعارف المهم قبل ما نبدأ أرجوكم تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب خوتي كما لابقى لكم هذا الأمر راح يساعدنا بزيف واشتركونا في القناة وفعلوا الجرس هذا الأمور راح تدعمنا شكرا خوتي كما راكم تشوفو يعني الأمطار الغازيرة الآن تغرق السعودية بأكملها الآن قد تقولوا لي بسهلها رامك مخلوع يعني إحنا هذنا الظاهرة نظل نشوفها في الجزائر إيه ولكنها اللي تتصرف السعودية أمر غير محتاد وبسبب هذا الأمر تدمرت الكثير من اللي بنات تحتية تحم الطرقات تبوشات يعني الحركة في بلادهم تعكرفت تماما أيضا الأمر المرعب هو شكل الأعصير اللي هبطت على السعودية يعني عمرها مصرات تشوفوها بس ما كما راكم تشوفوا البارح بارك كنت شاركت معاكم أعصير أخرى أنتم أخوتي بشاركوا في هذا الأمر ها هذي ما طولتكمش في الخبارة السعودية خلونا نروح للخبر الآخر قبل ما نروح الرأي للجزائر وش رايتصدر وش رايتبيع كان واحد الخبر ما قلتكمش في البداية الفيديو وهو أيضا خبر مهم للغاية محكمة التاس يعني هايلك تريبونال أربيترال دي سبورت دي سبورت عندكم تبدو تضحك و تقول لي ما تعج فرنسي بلونجلي تتقرى سبورت هايلك سبورت تصدر قرار بخصوص الدعمة القضائية اللي رفحها وليد الصادي ضد المروك يعني ضد نهضة بوركان وضد الكاف أيضا وشوفوش خرجت التاس يعني محكمة التحكيم الرياضية الدولية وشوفوش قالتها قال لك التاس تم إلى الكاف إلى غاية 3 ميل الرد على قضية اعتماد قميص يحتوي على شعارات سياسية الآن الجزائري تهمت والآن من المفروض الكاف ترد علىه يعني قامت بإقصاء المنتخب الجزائري وعلىها عطاة الفوز للمنتخب المغربي رغم أنه ارتدى أقميصها وتحتوي على شعارات سياسية أصلاً غير صحيحة أما بخصوص القميص المعني فهو قميص نهضة بوركان المغربي منافس تحد العاصمة في كاس الكاف أنا أخوتي إذا قلنا باللي الكاف يعني رهي أنفست يا صاي وراهي ملوثة بأنفساد ودخل فيها لقجع ودخل فيها مودسيبي التاس قضية أخرى تماماً يعني حتى قضية على الفيفا وتروح للتاس من أنتم أخوتي كيف رح تشوفوا المحكمة هذه تحتاجكم هل ترون أنها ستنحاز للفريق الجزائري ولا للفريق المروكي خبروا لكم في التعليقات فصراحة الأدلة كلها تدعم الجزائر بخصوص الجزائر إنجازات كبيرة تقوم بها الجزائر مؤخراً يعني إن هالي هضر رئيس تبون وقالوا بلين أنا معاولين نحقوا 400 مليار دولار في سنة 2026 ما هضر هاش هكذاك ما كاشي هاترف فالجزائر بدأت تتغييط تدريجياً يعني من بلد يعتمد مياه بالمياه على البترول والمحروقات إلى بلد يصنع ليس هذا حسب بل ويصدر فمثلاً يا خوتي الجزائر تنتج وتسطر الجرارات ولليتراكتور جودة والنوعية رهان مؤسسة فاماك لصناعة الجرارات التي تصل طاقة إنتاجها 6000 جرار سنوياً هذه 6000 جرار سنوياً يا خوتي ما زال ما حصلتش على الدعم الأكبر لخليها تقدر تنتج أكثر من هذا بكثير لكن الجرارات في الجزائر فيها اكتفاء ذاتي من لو شاهد دير هذه المؤسسات رهي تصدرها لكل من ميصر تونس وموريطانيا وتقدر نسبة الإدماج الصناعي حالياً 35% لدينا تركيب جرارات الفلاحية من 26 حصان إلى 110 حصان لحسب متطلبات سوق الجزائرية ومتطلبات فلاح جزائري لأننا في نسبة الإدماج حوالي 35% إن شاء الله في آخر العام والعام الجي إن شاء الله نحب إلى 45% أو أكثر تغطية السوق الوطني هدف المؤسسة إلى جانب تصدير منتجاتها إلى الدول المجاورة كم رغم تسمع تصدير منتجاتها إلى الدول المجاورة من هذا التركتور؟ بعملية صدرنا ديجا إلى مصر العربية وثاني كذلك موريطانيا والآن إن شاء الله نفتر فوضات باش نمع إن شاء الله تونس في الجوندي القادم إن شاء الله يعني إذن ما شروع للا أنا هبدت بالفعل قالك صدرنا ديجا لمصر وموريطانيا ونا نمعاولين صدروا لتونس وبخصوص تصديرات الجزائر مش مرتش غير فقط الجرارات والمشينة الثقلة بل أيضا شملت الأدوية يعني الوقت الطويل خوتي كنا نستوردو إحنا الأنسولين وأحيانا البلاد تدخل في أزمانها لما نلقوهاش لكن الآن الجزائر قررت علي ما نصنعهاش أنا يعني عدي كامل الإمكانيات باش نقدر نصنع هذه الأمور وبالفعل الجزائر بدأت تصنع الأنسولين الضربة الأول وصراحة خوتي حتى بنا كنت تشوفها كما لباكم كان الحراك المبارك اللي طرد العصابة ولكن كان بقايا الحراك يعني خلاص الحراك ذلك مهمته وراح وقعدوا جماعة اللي كانوا حابين يغيروا نظام كل مدير الجزائر أمور إيجابية يخورجوا يبدأ يقول لك ها 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 يبدأ يضحكوا هذي والناس طلعت للقمر ورح تسكن في القمر وإحنا مازلنا غير في الأرض والقمر ويوك أنت رح تشوفوا قسم بالله يا خوتي غير الدولة الأجنبية صح كانين بلايس مطورين علينا فيهم بزيف لكن نفس العقلية رحوا شوفوا فقط المحتجين الآن اللي رح يدافعوا على فلسطين في أمريكا كفرهم يعاملوا فيهم الشرطة الأمريكية يضربوهم يستقلوهم يكراكروهم مشعارهم يستعملوا ضدهم رادذ الفلفل الساعق المطرق الأمور هذي خوتي والله في الجزائر وما شتهاش شتى ولكن الأمور اللي شته في أمريكا أسوأ كسرات في الجزائر للناس كامل بدأت تنبح لكن الآن كسرات في أمريكا الناس رح يمخبية لا علينا خلينا نجعل موضوع تانا نهلي بدأت تصدر ونهلي بدأت الجزائر تصنح في الأدوية بدأوا يضحكوا قال لك الأدوية تعال جزائر ديت مرضك ديت كتلك لكن خوتي هذه الأدوية اللي ضحكوا عليها كثير من الجزائريين أثارت أنت بها كثير من الدول الأجنبية اللي قررت تستوردها والآن رح يتداوى بها شوفوا الفيديو خوتي أسنعها كالغولية تعاسية قال لك في 2023 قررت الجزائر شروع في صنع الأنسولين كمنتوج محلي يعني باش تدير الاكتفاء الذاتي ولكن الآن في 2024 الجزائر تصدر الأنسولين للسعودية وقريبا تونس وليبيا وكولومبيا كأول الدفعات مؤخرا شاركت معكم الخبر اللي الجزائر صدرت فيه للسعودية 25 مليون سيالة أنسولين الأنسولين خوتي يعني دواء مهم جدا يحتاجه الكثير أصحاب المرضى السكري أربيش فيهم مش ركوا خوتي تتوبوا في هذا الموضوع نخبروناكم في تعليقات الآن يلا نتحذع ولنوريكم الفيديو اللي اهضر فيها رئيس عبد المجيد تابون على رفع المعاشات سبحان الله البرح كنت قلت لكم عليها وتقوم باللي رئيس عبد المجيد تابون نورمال موزيد يعني معاشات المتقاعدين لأنه صراحة متقاعدين هم اللي تقام يحبوا البلاد يعني ليجون إيه هما لكرامت على المجتمع ونازم تتحلل فيهم لكن أيضا المتقاعدين تقام هما للوالي اللي يروح يفوطيه وما للوالي تقام تديهم الغير على البلاد حتى ما يعرف باللي أحيانا البلاد ماش موفرة لكل اشتاقية هدفونت عليها باستيماتها بلايس سهل وصراحة تتحلل فيهم الحكومة وبالتالي رئيس عبد المجيد تابون قرر يزيد لهم بين 10 و 15% في معاشات المتقاعدين ونزيد نبلغكم وانتوما أول من يسمعها أن مجلس الوزارة يوم الأحد إن شاء الله ربما يتأجل بليومين يعني أحد يكون ثنين ولا ثلاثة باش نقرر الزيادة في الارترات الزيادة في الارترات يعني زيادة في الشهريات بتاع المتقاعدين الزيادة خوتي رح تكون بين 10 و 15% يعني اللي يكون يخلص 6 ملايين ربما رح تكون الزيادة تعوب 10% يعني يزيد لـ 600 الفتولي 6 ملايين و 6 ملايين وربما وقيل اللي يكون يخلص تحت الـ 5 ملايين يزيد لـ 15% الزيادة في الارترات تكون ما بين 10 و 15% إن شاء الله هذه ما ما طلبتوهاش ولكن فيه ناس رمي يفكروا فيكم لأنك ما قلت أنا منطلق انتاعي أن أنتم الأساس تالجمهورية كما اشتو خاطئ قرارات جميلة جدا درها رئيس عبد المجد تابون وخلال هذا اللقاء أيضا رئيس تابون عادة للخطابات على البحتان اللي كانت تقول بلي آل خازينة الجزائرية راه عادزة وماش تقدر تخلص العمل ومش عزي لهم في الشهرية لكن رئيس عبد المجد تابون أثبت العكس تماما لأنه زاد في الشهريات تعقع الموظفين وره تدر يعني منحة البطالة وزاد في الشهريات ورح يزيد في الشهريات تع المتقاعدين وقالهم بلي يودي ما تخليش الكلام هذا يخدعكم لأنه هادورم يحاولوا يعرجع البلاد لمكان مظلم وما تنسوش بلي الحراك الشعبي انقذنا من عشرية مش العشرية السوداء وإنما عشرية أخرى مافيوية والآن قال رئيس بومبلي راي يكمل على خطاء الحراك وقال بلي الهدف من هذيك الهدرة الزايدة كومبلي هي يهبطوا المرال للجزائريين وخلهم يزعفوا أكثر من البلاد التحم ويدلوا الفوضى والاحتجاجات ورفجلوا في المسعة التحم ثم أخوتي يشعركم في هذا الموضوع أيضا خبرونا عليكم التعليقات المهم أخوتي جبت لرب يزيل لكم في فيديو هذا ورحب بس لأنه صراحة زادنا ناني شوية مرين وستمحوا يا أخوتي النظام المغربي الآن ساهم في تلميع وتجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ الأجندة الصهيونية هذا الزوج أخوتي مران كلم يهضروا على هذا الأمر لكن مش هنشارك معكم الفيديو تحم وإنما حنقولكم أنا رأي كيفاه النظام المغربي ساهم في تلميع وتجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي ليس النظام المغربي فحسب بل عندك النظام الإماراتي النظام الأردوني والنظام المصري قاعدة الأنظمة لساعدة إسرائيل باش تدخل المساعدات لفلسطين ولا لغزة قدر تقولوا كيفاه حشم هكي تقول بلا يدخل مساعدات يخراح يساعدوا أخونا في غزة لا أخوتي في الحقيقة خلاوا النظام الإسرائيلي يبان بلي آه نظام راحيم راي يخلي الدول الأخرى تدخل مساعدات للشعب الفلسطيني المحتاجة في الحقيقة هذا الأمر خطير جدا وبزاف بزاف من الميديا بدأت تلعب هذا الأمر يعني الميديا الغربية والصحافة الغربية بدأت تسيت لمح صورة إسرائيل هتقولوا شوفوا شوفوا إسرائيل راي تخلي العرب تدخل مساعدات للغزة بالطائرات لكن أي ما جنوا معايا خابت ثنين مليون فلسطيني الآن محاصر في غزة تدخل لهم انتها طيارة عماكلها هوا ذاك الطيارة توكل يا ربي خمسمائة بنادم وشجاب خمسمائة لزوج ملايين كل بلاد دخلت طيارة ولزوج ومن ثمز نش سمعنا بالطيارات يدخلوا صاي ما زلت إلى الآن وهنا خوتي هذا المروكي قال نقطة مهمة جدا لأنه هذا صح مروكي لكنه مروكي شريف راجل جاي مع فلسطين كما كنت شوفوا له لابس الكوفي يوقع وزيد يدعم حماس قلوا بللي عليها المروك زي ما إسرائيل خلت المروكي تدخل المساعدات بالطيارة مش تلمع لها صورتها عليها ما خلتها ش تدخلها من المعبر رفح كمية المساعدات اللي تقدر تدخل من المعبر رفح تسلك بزي فلسطينيين وهنا تفهموا خوتي بللي حتى في المساعدات استغلت إسرائيل هذا الأمر صالحيها والمروكي على بالها وش كانت تدير خوتي على بالها بللي كتدخل كي تدخل ذوك الزوج فورمات تع خبز للفلسطينيين كنت سي تلمع في النظام الإسرائيلي انتم ما خلتوا يشاركوا في هذا الموضوع خبروا معكم في التعليقات كمراكم تشوفوا أنا وصلنا لنهاية الفيديو سمحوا لي خلتوا كما شاركتوا معكم الأخبار اللي قلتهم لكم عنهم في بداية الفيديو ولكن إن شاء الله بربي هذا إن شاء الله رانيشاركوا معكم شكرا على مشاهدة وإلى اللقاء